موسيقى نبوءة أشعياء حلم التدمير النتنياهو من النهر إلى البحر تثير الخلاف شرق أوسط جديد بعد غزة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلمون أحبائي أن هناك فرقا يعني في البداية يجب أن نتحدث عن هذا باختصار شديد هناك فرق بين اليهود واليهودية هذا واحد وهناك أيضا فرق بين اليهود وبين بني إسرائيل وإشعياء هذا هو نبي من أنبياء بني إسرائيل هو أحد أبناء هذا النبي يعقوب الذي يسمى أيضا بإسرائيل الاثنى عشر وقد جرى توثيق نبوءاته في سفر إشعياء في العهد القديم بالكتاب المقدس عندما اندلعت هذه الحرب يعني بعد عملية طفان الأقصى هدد النتنياهو بأنه سيحقق هذه النبوءة خاصة ما يتعلق الأمر بغزة وأدلى بتصريحات قال فيها بأنه يعني وصف الفلسطينيين مبس حماس وصف الفلسطينيين بأنهم أبناء الظلام بينما وصف الإسرائيليين بأنهم أبناء النور وأكد أنه سيحقق نبوءة إشعياء وسيجلب المجد لشعبه وسينتصر في الحرب ربما مرت هذه التصريحات مرور الكرام إلا من بعض التعليقات هنا وهناك لكن الحديث عن هذه النبوءات أو هذه النبوءة خصوصا ونحن يهمنا ذلك في العراق ويهم الشام ويهم كثيرا اليمن وحتى مصر هذه مصر التي وقعت اتفاقات كام ديفيد أيضا ذكرت في هذه النبوءة يعني نبوءة إشعياء وهو يعني هذا النتنياهو ومن يقف خلفه هكذا ينظرون إلى الشعوب العربية والإسلامية وإلى المنطقة تحديدا وهكذا يريدون أن يتعاملوا مع الفلسطينيين ومع باقي الشعوب اللي هم يسموهم بالأغيار ولاحظتم وزير الدفاع وغير وزير الدفاع من يتحدثون يقولون هؤلاء حيوانات بشري هما بالمناسبة هما يعتبرون كل من غير يهودي وتحديدا يهودي صهيوني يعني يؤمن بهذا المذهب الصهيوني هذا المذهب السياسي وهذه المدرسة السياسية يعتبرونهم حيوانات ويجوز لهم قتل الحيوانات بل يجب قتل الحيوانات وحتى الآخرين من من ليسوا لهم في حروب يجوز الكذب عليهم مثل الأمم المتحدة والأمم المتحدة لهذا هم هكذا يمارسون مثل هذه السياسة أموما هذه نبوءة إشعياء تحتوي على قدة أقسام رئيسة من بينها تنبؤات بالمستقبل البعيد لليهود وتشير إلى قدوم اليهودي والمسيح اليهودي المخلص الذي يحكم الأرض وكما يعتقدون بأنه سيحقق العدل بنوجهة نظرهم بالطريقة التي يؤمنون بها مثلا من نجي نشوف مصر في نبوءة إشعياء لأنه فعلا في هذه النبوءة لمصر نصيب كبير من هذه النبوءة التي تحدث عنها نتنياهو إذ وردت نصوص عنها بالكتاب المقدس تتحدث عن خراب وتشوف هذه النبوءة حتى عن الشام عن العراق عن اليمن كلها تتحدث عن الخراب والدمار والقتل تتحدث عن خراب يطال مصر وسنوات يجف فيها نهر النيل وطبعا يعني لا أريد أن أقرأ لكم الآيات آيات كثيرة من هذا السفر موجودة بس بالاختصار أقول النبوءة بسقوط مصر يتنبؤ إشعياء بسقوط مصر وهزيمتها على يد قوة خارجية يصف إشعياء مصر باسم رحبانة تتكلم ويقول إنها ستكون مصدرا للذعر والرعب للعديد من الأمم وأيضا يتحدث عن اليمن ويتحدث عن العراق ويتحدث كما قلت لكم عن سوريا مثلا يعني شوفوا بعض طبعا رئيس الاحتلال كما قلنا رئيس وزراء الاحتلال قال إن سيحقق هذه النبوءة لكن الكثير من جوف مثلا نحن أبناء النور وهم أبناء الظلام ولا بد للنور أن يتغلب على الظلام هذا كلام لتنياهو ثم وجه كلامه لهؤلاء الصهايين الإسرائيليين وقال سنحقق نبوءة إشعياء لن تكون هناك سرقة عند حدودكم حدودكم انتبه هذا الكيان الوحيد الذي ليس له حدود معروفة ويعترف كل أدعياء هذا الكيان بأن حدودهم من النيل إلى الفرات وستكون أبوابكم مجدا معا سنقاتل وسننتصر معا شوف مثلا على سقوط الدولة الآشورية وقضائها على مملكة إسرائيل باعتبار عدهم أحقاد فيما يتعلق بالعراق وعشور بابل فهنا أيضا ظهر أشعياء في تلك الفترة ليبشرهم أيضا بأنهم سينتقمون وسيجري قتل أطفال بابل أطفال بابل وأطفال الشام وأطفال اليمن وأطفال مصر أمام أمهاتهم وسيتم بقر بقر بطول أمهات هؤلاء الأطفال لاحظ أنت من تجد تدعم القضية الفلسطينية فأنت في العراق بالشام باليمن في مصر يفترض هكذا إنما أنت تدافع عن نفسك إنما أنت تدافع عن نفسك يعني تدافع عن بلدك تدافع عن أمنك القومي يفترضي حقيقة يعني يعني واحد يعجز بالحديث عن هذه النبوءة وقلت لكم في الحلقة السابقة عن شلومو سان الذي كتب كتابا تحت عنوان اختراع الشعب وعند كتاب آخر اسمه اختراع أرض إسرائيل أشار إلى هذه النبوآت وأشار إلى أنه في هذا يعني هو وفق تزوير التاريخ ويجري تزوير التاريخ وفق نبوآت مزيفة نسبت إلى هؤلاء الأنبياء لأنه يجي يحقق هذا المحقق وهذا المؤرخ وغير من المؤرخين بين قوسين الإسرائيليين يعني كانوا يعترفون بوجود دولة إسرائيل بعدها انقلبوا شافوا لا هذا كلها أكاذيب يعترفون بأنه هذه التوراة التي الآن يعني يعتمد عليها مثل هؤلاء لتنياه وغيره هذه إنما كتبت بعد سنوات وسنوات وسنوات طوال من وفاة نبي الله موسى عليه السلام وكل ما ذكر في هذه التوراة لا توجد توراة لا يوجد توراة مخفوطة حقيقية كلها نسخ ويقول هذا شلومو ساند يقول هذا دليل على أن الاعتماد على مثل هذه النبوآت هو بالتأكيد إنما يجري لتزييف الحقائق ولإيجاد كما اخترعوا شعبا باسم الشعب اليهودي اخترعوا أيضا أرض باسم أرض بني إسرائيل أو الأرض الموعودة ولهذا كتب كتابه الثالث لماذا لم أعد يهوديا سفر أشعياء يتكون من 66 فصلا بحسب دائرة المعارف البريطانية ويعد واحدا من أعمق الأعمال اللاهوتية والأدبية التعبيرية في الكتاب المقدس كما يقول تقول المصادر الرسمية قالت دائرة المعارف البريطانية أن الشعياء هو نبي من القرن الثامن كما قلت لكم قبل الميلاد يؤمن اليهود الذين يعتقدون بإقامة دولة في عصر الشتات لأن الكثير من اليهود لا يؤمنون بإقامة دولة في عصر الشتات وهذا ما سأتحدث عنه في المحور الثالث يؤمن هؤلاء بأن بعض نبوآته ستتحقق وستتحقق كما يقول النتنياهو في هذه الحرب في الحرب على غزة ستتحقق وتم تجميع هذا السفر على مدى فترة نحو قرنين يعني شو للدليل على أنه هذه لم يتم التلاعب بها خلال هاي القرنين من عمليات التجميع من النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد إلى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد وتم تقسيم هذا السفر إلى اسمين القسم الأول إشعياء الأول يحتوي على أقوال ونبوآت أشعياء كتبها هو كما يقولون أو أتباعه يعني حتى لا يوجد تأكيد على أنه بالفعل هو كتبها أو أتباعه المعاصرون في القدس كما يقولون لكن عندما يأتي المؤرخون والمحققون ويتحدثون ويقولون لا يوجد في الواقع ما يسمى بنبوآت أشعياء بل نبوآت تندرج جميعها تحت ما يعرف بسفر أشعياء المذكور في العقد القديم من الإنجيل المقدس يعني التوراة وأيضا يقولون بأن هذه النبوآت لها صلة بفترة تاريخية يقولون أصلا تحققت تحققت يعني لا موسى تتحقق كما يزعم النتنياهو بس الذي يثير الإختمام هو أن هذه النبوآت التي ذكرها أو هذه النبوآت التي ارتكز عليها النتنياهو هي تتعلق أساسا بموضوع القتل والتدمير القتل والتدمير أحبائي يعني نتنياهو يكرس فكرة القتل يكرس أن حلم إسرائيل الكبرى لن يتحقق إلا بالقتل والتدمير ولاحظتم حجم هذا القتل وهذا التدمير الذي شهدناه في عملية ما يسمى بالسيوف الحديدية لا يبالون بالرأي العام لا يبالون بالأمم المتحدة لأنه قلت لكم هم أساسا يعني هو هذا الكيان يستثمر وجوده كقاعدة أمامية التحالف الغربي ضد الإسلام والمسلمين وضد الإنسانية ليحقق أهداف كوليونالية استعمارية لأهداف اقتصادية هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في لقائمة القادمة لكن تعال شوف كيف يفكر هؤلاء معنا ومع الفلسطينيين وكيف يجب علينا أن نفكر في التعامل معهم من هذا الواقع انطلقت المقاومة وعلى هذا الأساس يجب دعم المقاومة بكل الأشكال ابقوا معنا من النهر إلى البحر هذا هو الشعار الذي كان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي كرره بخطابه الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في المملكة العربية السعودية وهذا دليل على شجاعة وجرأة الرئيس الإيراني لأنه في الفترة التي ألقى فيها الرئيس الإيراني كطابه وتحدث عن هذا الشعار كانت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تضج بحوار ونقاش حول ما يسمى بالعداء السامية وعندما نشرت النائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة إقليب مقطع فيديو يحتوي عبارة من النهر إلى البحر وقد واجهت انتقادات قوية من البيت الأبيض ومن الكونغرس وطبعا هذا أيضا شبيه لما تعرض له النائب عن حزب العمال البريطاني أندي ماكدونالد من آم الذي تم تعليق عضويته بالحزب بسبب اقتباس هذه العبارة وطولب بمحاكمته نفس الشيء وزيرة الداخلية التي ذهبت غير مأسوف عليها أيضا قالت أن هذا الشعار ينطوي على كراهية شديدة لليهود وينطوي أيضا على إزالة ما يسمى بدولة إسرائيل وتدميرها الحقيقة هذه العبارة أقول مرة أخرى من النهر إلى البحر سبق أن استخدمها حزب الليكود الإسرائيلي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الصهيوني النتنياهو خلال السنوات الأولى من تأسيس هذا الحزب حيث جاء على موقعه الرسمي هو النتنياهو والحزب الحزب حزب الليكود أنه ما بين البحر والأردن ستكون هناك سيادة إسرائيلية فقط انتبه هذا شو يعني هذا يعني الزوال وفلسطين الكبرى نهائيا حتى الضفة الغربية وغزة هم يسموها يهودا والسامرة وقلت لكم في المحور الأول هو يتحدث عن نبوءة إشعياء التي ستتحقق في غزة وفي غزة بنقول نبوءة إشعياء تتحقق في غزة أحبائي شوف هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بصخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا وتبيد منها خطاتها ويبيد منها خطاتها وكل من صودف كل من صودف وعن وكل من أخذ فقط بالسيف كيف سمها السيوف الحديدية؟ وأطفالهم يسحقون يسحقون بمرأة منهم وبيوتهم تنهب ونساؤهم تغتصد من النهر إلى البحر كما هو شعار لفلسطين الكبرى هو شعار لإسرائيل الكبرى التي ستتضمن ستتضمن العراق الأردن مصر وبلدان أخرى من النيل إلى الفران قلت لكم وزيرة الداخلية البريطانية التي أقيلت غير مأسوف عليها سويلة برافرمان أيضا انتقدت هذه العبارة وانتقدت الشرطة البريطانية لأنها سمحت بالمتظاهرين برفع مثل هذا الشعار واعتبرت أن المئات الآلاف الذين تظاهروا في شوارع لندن اعتبرت مسيراتهم مسيرات كراهية وكتبت على حسابها في تويتر وبعدين كتبت مقالات وبعدين تتعرفون ما جرى لها أن الاحتجاجات يعني المظاهرات الأخيرة في بريطانيا شهدت ختاف الفلسطينيين فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر وهذا كما تقول يعني دعوة لتدمير إسرائيل وتضيف محاولة التظاهر بغير ذلك مجرد خداع بس نحن نتحدث عن هذا الموضوع وفق ما يقوله اليهود أنفسهم كما قلت لكم فيما يتعلق باختراع شعاب وباختراع أراض المؤرخين الإسرائيليين هذا عندكم آفي شلين هذا مؤرخ إسرائيلي معروف هذا الآن موجود هنا في بريطانيا ترك الكيان الصهيوني هذا أيضا يتحدث عن من النهر إلى البحر ويقول هذا لا ينطوي على استخدام عملية عنف أو قتل بالعكس هذه دعوة للسلام عندما يحقق الفلسطينيون هدفهم بالتحرير وباستعادة أرضهم كاملة وليس بالضرورة أن يكون ذلك عن طريق الحروب لا لا لأنه النبوآت اليهودية الحقيقية تتحدث عن انهيار هذا الكيان من الداخل دون الحاجة إلى أعمال عنف وصراء وهذا عندك أيضا يعني مثلا الحاخام ديفيد وايس المتحدث الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا هذا حاخام معروف مو ليوم تحدث من سنوات طويلة قال إن هذا الكيان أصلا إسرائيل هي ضد الله والتورات إقامة كيان باسم إسرائيل هو ضد الله والتورات إسرائيل سوف تزول إسرائيل سوف تزول احتلال فلسطين يجب أن ينتهي فالاحتلال يعتبر بحد ذاته تحديا لكون المرء يهوديا أصلا يقول تفتقد يعني يفتقد المرء صفته كيهودي إذا يقيم دولة باسم إسرائيل ونهاية الزمن لن تأتي يقول نهاية هذا الزمن لن تأتي بالسلاح لكنها ستأتي بمعجزة من الله هذا حاخام يعني من النهري إلى البحري لا تنطوي على هاي المقولة اللي روجوا لها سابقا بعض الدول العربية والأنظمة العربية اللي كانت متواطئة مع الغربي لإيجاد هذا الكيان عن طريق بث الرعب في قلوب الفلسطينيين لتهجيرهم وعن طريق أيضا الزعم بأنه والله سنلقي بإسرائيل وباليهود في البحر لا لا هذول يقولون هذه أصلا من النهري إلى البحري هذه بشارة التحرير بمعجزة لأن هذا الكيان وشفتوا أنتو خلال السنوات الماضية وتحديدا للأسابيع والأشهر القليلة الماضية الكيان ينهار من الداخل ولا حتى مئات الآلاف كما يقول الحاقام سموه كلامي تظاهروا من اليهود تظاهروا ضد رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين نتياهو عندما زار واشنطن واحد منهم هو هذا الحاقام وغيره وهناك يهود وحاقامات ضربوا من قبل الشرطة الأمريكية لأنهم اعترضوا على ما حدث في غزة ويقولون حرية رأيه ليس هناك بيان أو قول في التوراة بأنهما إذا أصبح العالم أكثر شرا بالكامل أو صالحا بالكامل يقول سيأتي المسيح المخلص مو اللي هم يبشرون بي اليهود المخلص اليهود قتلوا الأنبياء واليهود كما قلت لكم اليهود ليست اليهودية واليهود ليسوا بني إسرائيل وليس كل اليهودي هم يهودا بالمفهوم التوراة يهود سياسيين الكثير هذا يتحدث الحاقام يقول حتى هؤلاء الصهاينة الذين يؤمنون بأنه يجب أن نقيم دولة باسم إسرائيل يعرفون جيدا أنهم يكذبون لأنه لا يوجد نص في التوراة يسمحوا بإقامة دولة إسرائيل يقول نعم ستقول قالت لنا دولة وقيمت دولتها وإذا أراد الله أن يقيم لنا دولة باسموه هذه الدولة بعد أن يرضى الله عننا لأن الله يغضب إذا اجتمع اليهود في دولة واحدة وعلى أي حال هناك الكثير من من يتحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع من النهر إلى البحر ويقولون بأنه هذا ليس أبدا لا يعني على الإطلاق أنك ضد السامية على العكس تماما عندما تقول إسرائيل أنت ضد السامية ضد اليهودية الحقيقية وضد اليهود الحقيقيين لأنه من النهر إلى البحر هو مفهوم أبدا لا ينطوي على استخدام العنف إلا إذا هو الكيان أراد أن يقرر وكامل وكيف أصبح هذا الكيان كيف أنشئ هذا الكيان الآن في فلسطين بنات في المدارس في الميذات قالوا من النهر إلى البحر فصلنا من المدارس تعرفوا إلا لا ودعوات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من اجتداد الدعوات التي تنتقد الرئيس الأمريكي وموقف الصهيوني دعوات إلى أن هذه المدارس يجب أن لا يكون فيها هذا الشعار مع أن اليهود أنفسهم كما قلت لكم مؤرخين من اليهود أنفسهم يقولون هذا الشعار هو دعوة للسلام والعدالة والحرية زي من يستخدم النتنياهو وحزبي اللي كود هذا الشعار نفسه نفسه من النيل إلى الفرات زيو هذا مو ينطلوي على تدمير ما تبقى من فلسطين ما تبقى ما تبقى من فلسطين اللي أرادوا كما قالوا في اتفاقات أوسلو أن تقام دولة فلسطينية في غضون خمس سنوات أو بعد خمس سنوات من الاتفاق الذي أبرن في العام 1993 ويني؟ 93 سنة لحد الآن أنت عندك ماذا حقق الفلسطينيون الذين خيد الذين قابلوا بوجود كيان صهيوني على أرضهم غير أنهم يبشرون بتحقيق نبوءة أشعياء التي لا يوجد لديهم مكان فيها كما قال وقبل عمليات الطوفان ها أخواني أحبائي قبل عمليات الطوفان طوفان الأقصى طلع نتنياهو النتنياهو ورفع الخارطة قال هذه الخارطة التي يتواطأ فيها يعني لرسم هذه الخارطة تتواطأ أنظمة عربية قال هذه الخارطة لإسرائيل بعد توقيع اتفاقات السلام وقال له اليهود الصهايين أنفسهم انتقنوا ليشوفوا حتما لأنك نشرت خارطة إسرائيل الكبرى التي كما قال لا تتضمن الفلسطينيين كم يعني؟ يعني من اللي الآن معادات للبشرية؟ مو بس سامي من اللي يعاد البشرية؟ شرق أوسط جديد يبدأ من غزة أو بعد غزة بس هو في الواقع هذا أنوانه مقالة شرق أوسط جديد يبدأ من غزة كتبه بروفيسور إيال زيسر هذا البروفيسور مساعد عميد جامعة تل أبيب اللي هي كما قلنا سابقا تل الربيع وهي جزء بسيط من حيفا من يافا عفوا يافا دائما الأخت الأخلق بين حيفا ويافا مجال تخصص التاريخ الحديث لسوريا ولبنان وأيضا ما يسمى بالصراع بين إسرائيل والعرب مؤلف عشرة كتب ونحو مئة مقالة في مجالات بحفه اللي يقولون عنه أكاديمي يتناول كتابه الأخير سوريا صعود وصقوط الثورة في سوريا الأنظمة عام 2020 الحرب الأهلية في سوريا طبعا هذا يؤكس لك طبيعة التفكير كما قلنا في المحورين السابقين تحدثنا عن طبيعة التفكير الصهيونية شلون يفكرون وهذا أيضا يعكس طبيعة تفكيرهم ويعكس أمنياتهم وآمالهم في إيجاد شرق أوسط جديد بعد غزة ما يعني أن عملية الطفان الأقصى وهذا ما أكدناه في اليوم الأول هي عملية استباقية يعني هذه العملية التي جاءت جاءت والكيام الصهيوني كان يعد العدة لعملية السيوف الحديدية لتهجير الفلسطينيين من غزة ولإقامة تمهيد لمشروع شرق أوسط جديد من دون الفلسطينيين وكما قلنا في المحور الثاني النتنياهو قالها قبل العملية في نيويورك في سبتمبر أيلول في نيويورك في الأمم المتحدة أمام الدول كلها من أرض الخريطة من دون فلسطينيين خريطة الكيام بعد التطبيع بتوطئة بمشاركة بمؤامرة من المملكة العربية السعودية والدول التي أبرمت اتفاقات ما يسمى بالسلام مع هذا الكيام اللقيطي يجي هذا الرجل وغيره طبعا هذا مثال نموذج هذا المقال نموذج لطبيعة التفكير التي يراد تسويقها وقلت لكم في اللقاء السابق في قضية الوثيقة الرسمية التي سربتها سربتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في مجلة إسرائيلية تحدثت عن خطة التهجير تطهير تطهير غزة من الفلسطينيين أرقيا وتطهير باقي الأماكن التي السهل مو بس غزة ترى هم عندهم مشروع في الغرفة العربية أيضا والقدس والحبل على الجرار يقول كما حصل في العام 1948 عندما خاض الفلسطينيون قيادة وشارعا يعني رأي عام حربا شوف 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 جلبت عليهم الكارثة يعني يريدهم يستسلمون هذه المرة أيضا تحول طوفان الأقصى إلى فيضان يهدد بإغراق غزة كلها حرب السيوف الحديدية قد تستمر لفترة طويلة طبعا قد يحطون القيد ليش؟ لأنه كانوا معطين إلى النتنياهو الأمريكان والنيتو أربعين يوم قالوا لخلال الأربعين يوم انهي الوضع والأنظمة العربية المتواطئة كما قالوا هم يعني النتنياهو والأمريكان ويعني راجعوا الفيديوهات السابقة راح تشوفون نصوص منشورة قالوا له أتمم ما بدأته في القضاء على حماس وحركة المقاومة يسموها فهذا بتدرون السعوديين من يطلعون القنوات الفضائية السعوديين ويتحدثون علنا بعد ماكو ماكو لحيان صرحة إذن ليش مسوي لك التقمة وكلاوات علنا يقولون هاي ميليشيات هذا الإسلام السياسي صار استسلام سياسي سوى المملكة العربية السعودية وقيمت على وقيمت أسست على فكرة الإسلام السياسي بين الوهابية فحالف وبين آل سعود طب إسلام سياسي هذا زين يقول هذا الإسلام السياسي يجب أن يزون من الخارطة ويخطئون حركة المقاومة أبدا تخطئ كاملة تخطئ كاملة مثل ما ضد ضد نفس التفكير الصهيوني نفسه تماما فيقول الطوفيك الأربعين يوم مهلا أن يقضي على حركة المقامة ما يقدر يقولون قد يقول يمكن القول بحذر أن القرار قد اتخذ بالفعل القرار القرار بإزالة الفلسطينيين بالقتل والتدمير تنبأ إشعياء وكما وعد النتنياهو بتطبيق وتنفيذ نبوءة إشعياء يقول القرار اتخذ بالفعل وكما قلنا في الوثيقة التي سربت قرار اتخذ بالفعل لإيجاد شرق أوسط جديد من دون فلسطينيين يعني إسرائيل الكبرى هذا يشتغلون على سنوات طويلة ممكن يفشلون وإن شاء الله يفشلون لهذا هم يقولون يتحدثون بحذر شديد باعتبار يشوفون الظروف الدولية والإقليمية العرب شي سوون المقاومة شي سوية والعرب قاعدين ستشينة خاصرة العروب يعني العرب الأنظمة هم لا يدعمون المقاومة وهم ستشينة خاصرة لظهر المقاومة على منهم مو بظهرها أمامها العرب شوف وسائل التواصل وشوف القنوات الفضائية وشوف التصريحات والله بيان لقمة العربية الإسلامية المشتركة لا يغني ولا يسمن من جوع أبدا وأن الأمر في الأساس مسألة وقت يقول الأمر هذا الأمر مسألة وقت بالنتيجة هذا القرار اتخذ شرق أوسط جديد من دون الفلسطينيين طبعا النتنياهو بخارطة يقول حتى من دون الجمهورية الإسلامية وبالخارطة العراق موجودها بالمناسبة لأنه يبني آمال بس حط باللون الأصفر من باب أن هذا العراق أكو فيه قوى مطبعة قوى سياسية مطبعة وتعرفون منه هذه القوى السياسية المطبعة والتي وقعت وقعت صفقات مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية بزعم أن هذه الشركات تقوم بعملية علاقات عامة لهذا الحزب أو هذا التجمع وهذه الشركات مرتورطة أصلا تدير هالشخصيات الصهيونية مثل إيهود باراك مثال بسيط يقول لك أحدهم بالنتيجة بوجود هؤلاء وصفقة القرن التي يرادوا إحياءها هذا مقدمة لإحياء صفقة القرن صفقة القرن أذكركم بأن اللاجئين وشلو المشكلة التي تواجه ما يسمى بالسلام الشامل اللي تريد المملكة العربية السعودية وما يسمى بالإجماع العربي وفق حل الدولتين هو إنهاء قضية الفلسطينيين بعد ماكو شيء اسمه فلسطينيين وخصوصا الفلسطينيين الموجودين في الخارج ثم ذولي ذولي اللي هجرتهم وراء 48 وب 48 وقبل 48 العصابات الهاقانا والأراغون وغيرها من هاي العصابات التي تأسست وبعدين هي هاي الميليشيات اللي سوت ما يسمى الآن بجيش الدفاع الإسرائيلي فيقول هذا القرار اتخذ وبقت مسألة وقت شون نجيب الفلسطينيين للاجئين نسكنهم بالعراق سكنهم بوين مكان هاي مشكلتهم وعدهم أمل هجوم أمل في حل هذا الموضوع على افتراض أنه سيكون متاحا لنا سيفترف يقول أن يقبل الجيش الإسرائيلي المهمة الموكلة إليه وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس فضلا عن قدرته على السيطرة على القطاع مدينة غزة قلب القطاع محاصرة من قبل إسرائيل وهي في الواقع تحت سيطرة قواتنا هذا طبعا كلها مزاعم هذا جزء من الحرب النفسية والإعلامية خلي طلعون أسير فلسطيني واحد من حماس أسير أسير خلي حررون أسير إسرائيلي واحد لدى حركة حماس أو حركة الجهاد خلي يجيبون خلي يسوون بالمناسبة نحن نواجه حربا في الإعلامية ونواجه حربا نفسية شديدة من قبل هذا الكيان الصهني وأذنابه وذبان الوحدة 8200 وعلينا الانتباه يقول لقد شوف أنا أختم بهذه الجمولات لقد بدأت الساعة الرملية خيلها الساعة الرملية وكذلك الأكسجين في النفاذ لدى حماس يعني ميتين ميتين باتشور عقبوش وقت ما كان لازم ننهيهم على الرغم من استمرار حماس يعني في إطلاق الصواريخ والقتال مع قوات ما يسمى بالجيش الإسرائيلي وكل ما يحدث فوق الصفح في غزة هو مو مهم المهم أنه أحنا نفكر باليوم التالي اليوم التالي شنو أحبائي اليوم التالي القضاء على حماس كقوة مقاتلة في غزة سيسمح لإسرائيل للتوجه نحو رسم شرق أوسط جديد ما سيخلق واقعا أمنيا أكثر راحة على الحدود الشمالية يعني مع لبنان حزب الله فضلا عن استئناف وتجديد عملية السلام مع العالم العربي الذي ينتظر في هذه الأثناء العالم العربي ينتظر أكرر العالم العربي ينتظر في هذه الأثناء هزيمة حماس التي تعتبرها الدول العربية تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل عليها أيضا هل هذا صحيح؟ هل حركة المقاومة تهديد؟ نحن نختلف نتفق مع حماس هذا بحث آخر والفلسطينيين اللي بالداخل واليشير أن تدعمهم أكو اختلافات بوجهات النظر بس هل الحفاظ على الهوية الفلسطينية؟ وكما قلنا في المحور الثاني والدعوة إلى بالمناسبة المرشد القائد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنعي أيضا تحدث عن من النهر إلى البحر وطرح مشروع الجمهورية الإسلامية أرسلته إلى الأمم المتحدة وسجل كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة ويقول بحسب الديمقراطيات ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ويقولوا الديمقراطيات يقول لكل فلسطيني يهودي مسيحي مسلم صوت واحد وتعالوا سووا استفتاء لفلسطين من النهر إلى البحر فإذن الحفاظ على هذه الهوية هو ردة فعل هو مقاومة مشروعة بس الأنظمة العربية متأمرة على قلنا سابقا تمول الحرب على الفلسطينيين الأنظمة سمو كلها على الأقل الأنظمة التي وقعت كما ذكرنا ما يسمى باتفاقات سلام وهي اتفاقات تدمير وفق نبوءة الشعياء الشعياء يَمَنِ اللَّهِ